ولمزيد من التفاصيل حول كلمة سيدة رئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بقمة جدة دلوقتي معينا على التليفون الكاتب الصحفي أستاذ جمال الكشكي مساء الخير على حضرتك ويمكن كنا نتحدث عن الثوابط المصرية لسيد رئيس عبدالفتاح السيسي دائما الحديث عنها في كل المحافل العالمية والعربية مسألة الحفاظ على مؤسسات الدولة وكيانات الدولة يمكن سيدة رئيس عبدالفتاح السيسي دائما التحدث عن الحفاظ على مقدرات الشعوب وثروات الشعوب يعني كيف قرأت كلمة سيدة رئيس عبدالفتاح السيسي اليوم أمام قمة جدة مساء الخير على حضرتك وعلى سيدة المشاهدين خلينا نقول أن هذه الكلمة كلمة قوية عميقة حاسمة قاطعة أدت رسائل أعتقد أن هذه الرسائل كانت جامعة السوابط المصرية في الحقيقة لو حللنا كلمات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أن تولى مسؤولية قيادة الدولة المصرية نجدها تنطلق من مرتكزات مفهوم الدولة الوطنية وضرورة الحفاظ عليها واحد اثنين الاحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ثلاثة الحفاظ على الأمن القومي العربي النهاردة كلمة السيد الرئيس بانوراما تعكس لنا عدة رسائل واحد أنه لا بديل عن الاستقرار ولا بديل عن الحوار السلمي الحوار السياسي حوار السلام والاستقرار اثنين أنه من غير المسموح ولم يكن متاحا ومسموحا الآن لوجود الميليشيات والجامعات الإرهابية والتنظيمات التكفيرية والفوضى ولا يجب أن تكون المنطقة العربية رهنة لمحاولات الفوضى والتخريب في الحقيقة أيضا رسالة السيد الرئيس بتؤكد لنا من خلال التركيز على قضايا زي القضية الفلسطينية القضية المركزية بالنسبة لمصر بتخلينا نقول أن الدولة المصرية هي الباب والبوابة للأزمة القضية الفلسطينية أو القضايا الأخرى العربية لأن مصر في جدول أعمالها أولوية قصوى للاستقرار في المنطقة وللشعوب العربية وبالتالي هنا حرص السيد الرئيس على التأكيد على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة على أعدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية امتسالا للقوانين الدولية والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربي وأن الخيار الوحيد هو الخيار الاستراتيجي وهو خيار السلام لدى مصر والدول العربية صحيحة أستاذ جميل عايزة توقف مع حضرتك عند القضايا الفلسطينية وسيد رئيس عبدالفتاح السيسي دائم الحديث عن القضايا الفلسطينية في كل المحافل العربية والدولية ويمكن اليوم فلسطين رسالة عربية واضحة ويعني قوية للجانب الإسرائيلي في ظل التغيرات الواضحة في السياسة الدولية وأولوياتها إلى أي مدى ممكن أن يحدث هذا تغيير حقيقي وملموس على الواقع؟ يعني القضايا الفلسطينية ده مركزية بالنسبة للدولة المصرية يعني الشغل الشاغل للدولة المصرية في هذا النوع من الهزمات تابعنا التدخلات أخيرا منذ أيام قليلة نجحت مصر ومبادرة مصرية في إقاف إطلاق النار بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني وأدان السيد الرئيس وذكر بالاسم اليوم إسرائيل الكيان الإسرائيلي في محاولاته للاعتداء والحروب التي يفعلناها على أشقانا في فلسطين وبالتالي هنا عبر التاريخ ويعني منذ إقامة الاحتلال والدولة المصرية مهتم اهتمام بالغ بالنسبة للقضية الفلسطينية وهذا يعلمه القاسي والدانو لو تتذكرين العام الماضي عندما حدثت الحرب ما بين الجانب الإسرائيلي وغزة وكيف أن الرئيس بايدن اتصل بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ثلاث مرات خلال 72 ساعة لأن الجميع يعلم سواء على المستوى الإقليمي والعالمي أن المفتاح هنا القاهرة تستطيع وتمتلك أدوتها لأن هنا القاهرة في هذه اللحظة لا تقوم بدور الوساطة ولكن هي لديها عقيدة وإيمان كامل بأن هذه القضية مهمة بالنسبة للدولة المصرية وأن استقرارها ينعكس على استقرار الإقليم وأن الأمن القومي الفلسطيني هو الأمن القومي للمنطقة العربية بل الإقليم بشكل عام ومن هذا المنطلق تتحرك مصر دائما لأنه هي تؤمن بعدالة القضية وتؤمن بالحق الشعب الفلسطيني في أن يكون له دولة مستقلة ذات سيادة أيضا الملف السوداني وحديث سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن التبعات الكارثية لاستمرار الأزمة في السودان ودعوة القادة العرب لطرفين نزاع في السودان للعودة لطائلة الحوار والوقف لهذه الحرب يعني خلانا وإذا كانت مصر هي القلب النابط لإفريقيا فالسودان هي باقي الجسد الإفريقي ليه؟ لأنه السودان تربطها علاقات قوية جداً بمصر يعني نحن شعب واحد في دولتين وفي نفس الوقت لو نتكلم عن الأزمة الأخيرة مصر أستاذ جميل حضرتك ليس سمعانا؟ سمعانا؟ فض وفتحت أبوابها للأشقاء السودانيين في الدخول إلى مصر وقدمت لهم كافة التسهيلات وأيضاً دعت مصر والسعودية لعقد جلسة طارئة لجامعة الدول العربية وفي نفس الوقت تابعنا الاتصالات ما بين الرئيس عبد الفتاح السيدي والأمين العام للأمم المتحدة وجوتريتش وسيلفا كير رئيس جنوب السودان ورئيس كينيا وغيرها والعشرات من الاتصالات هذا فضلاً عن مجموعة التواصل بجامعة الدول العربية والتي ترأسها مصر والسعودية وهناك محاولات كثيرة رسالة السيد الرئيس النهاردة في كلمته المهمة تؤكد وتعذر وتدخل نقص الخطر بأن هذه الحرب لها مخاطر إن لم تتوقف وتعد هذه الأزمة ستكون مترامية الأطراف على من حولها صحيح أنا أشكر حضرتك شكراً جزيلاً الكاتب الصحفي أستاذ جمال الكشكي شكراً جزيلاً على وجود حضرتك معنا